منا لهذه التصريحات ينضم إلينا هاتفيا البحث في التاريخ والمحللة السياسية سيد عمر خيلة أهلا بك مساء كسعي سيد عمر خيلة إذن نتوقف عند تصريحات وزير المجاهدين أول نقطة ستكون قبل أن نتطرق إلى الحجم الكبير الذي حدده بالكيلومترات وهي 475 كيلومترا من أرشيف الجزائر بفرنسا هذا الرقم كيف تجده سيد عمر خيلة؟ وهل يمكن أن نحدد فعلا الأرشيف بهذا الحساب الرياضي؟ هذا قال أن أكد حجم الأرشيف لأن الأرشيف هو الأرشيف التعمية و32 سنة و32 سنة كثيرة بأن يكون هناك أرشيف سوى الأرشيف العسكري أو الأرشيف الاجتماعي أو دقاتي أو سياسي وكل ما ناحي الحياة وحتى من ناحية الاقتصادية لأنه كان مخططات كثيرة حول المدين الجزائرية حول جوانب حديدة من الحياة ولذلك أنا لا أعجب لما أصدع بأنه مساحة أو طور وزاية الأرشيف الموجودة عن فرنسا مع عبر أحل الفرنسيين ونقل أرشيف وزير المجاهدين 475 كيلومتر كما يمكن أن يكون 50 كيلومتر كمين ولذلك أعطاء هذا المساقع أو هذا الرقم يأكد حجم للأرشيف ومستوى توجده لدى محترفة دواعب في الوصفية عندما نتحدث دائما عن ملف الأرشيف وتاريخ المشترك وذاكرة كذلك لماذا حتى الآن لم تنجح الجزائر في استرجاع نحن نتحدث عن 64 سنة بعد ندلع ثورة التحيير في استرجاع جانب سيفيدها أكيد من أرشيفها نحن دائما نتحدث عن الأرشيف وكل استجناء العلاقة الزائلية في روسيا ونطالب الأرشيف الموجود لدى فرنسا لا ننسب أن نتحدث عن الأرشيف الجزائري هذا موزع عبر الحديد من الدول نبدأ نجمع جميع الدول العربية المصر السعودية السوريا العراق أمريكا سويسرا اليوسرابيا وتركيا وغيرها من البلدان اللي في أمام ثيامة الأرشيف تحت الفضراء لا بعد خفز واضعين وفي أمام ثيامة أكثر 54-62 وذلك نحن فعلا بعله الحزم الأكبر من الأرشيف موجود لكننا علينا نطرح سؤال الجهات المعلية بالأرشيف هل كونت كذلك كراب للاستفادة وليستيام الأرشيف تحتنا الموجود خارج فرنسا كراب نقطة مهمة نعم نقطة مهمة سيد عمر خيلة قدر فرنسا كانت عند الأرشيف الرئيس والأرشيف الأساسي سواء اللي بتعلق بالفترة 1880 أو ما قبل 1880 لماذا فرنسا استولد على الأرشيف الجزائري تاريخ الجزائر يلا دعينا القلوب يعني استولد على تاريخ الجزائر منذ تاريخ عبر قرون عديدة وليسا الفترة الأمامية فقط ذلك فعلا لطرف من الأرشيف موجود هو طرف أكيد سيد عمر خيلة هل الجزائر وضعت كل ثقلها حتى تسترجعها للأرشيف يعني حتى نقيمه محاولات أصلا لأن المحاولات كانت من يعني باحثين من مؤرخين الجانب الرسمي عندما فتحنا منفل جماجم تأخرا نوعا ما ثقل المحاولة الجزائرية وجديتها بالفعل في استرجعها للأرشيف أو أن طرف الجزائر يعرف كذلك طبيعة الفرنسيين وربما تدخل فيها مفاوضات أخرى ما عاد أن إذا قدمتك العرشيف ستكون هناك حسابات أخرى كذلك من طرف الفرنسيين قريبا تسيد وزين وزين المجاهدين كنت باضحة بالقول أنه حال الوقت أو هذا هو الوقت اللي نتحكم فيه في الملفات المتعلقة بالعرشيف هو يقول صراحة بأنه كنا نتكلم على العرشيف لكن دون الضبط كنا نتكلم عن الملفات من يشتراك في الجانب التاريخي المشتركة مع ترساء لكن لم نضبط قورنا والآن يقول بأن الجمازل تمكننا من حصرات 31 أرشيف هو الرقم الذي يعطي لنا لحجم للعرشيف ويحددنا كذلك جوان أخرى في هذه الملفات المعي ولذلك يقول بأن الأرشيف هو مادة أولية للكتاب التاريخ قل صالح لو مادة أولية فالمعرخ مادة الأولية هي الأرشيف والأرشيف نحصل عليه أولا ثم نقوم بعملية غردلته والتنخيل يعني ليس كل أرشيف هو إيجابي أو كل أرشيف أنه صادق أو كل أرشيف على الأقل في المكتشف يعني مناورات وتشويات للحق بالفروسة بتاريخنا وربما حتى ببعض رموضنا وربما حتى ببعض المحطات التاريخية والحمد لله الآن نقدر قلوبنا نحن عدد رأينا مختلف المحطات ولكن يستحسن أن نحصل بالفعل سيدة عمر الخيل للمؤرخ والمحلل السياسي جزيل شكرا لك على هذه المداخلة